رغم مرور نحو سبع سنوات على إطلاق مبادرة شهر التوعية ضد سرطان الثدي في أكتوبر من كل عام إلا أن الأبحاث تفاجئنا بالجديد دائما حول هذا المرض ومع ذلك فإن الوقاية وزيادة الوعي بسرطان الثدي هما الوسيلتان الأكثر نجاحا في منع تفاقم خطره على المرأة ومع حث الأطباء على أهمية الكشف المبكر والمواظبة على الفحص الدوري الذاتي أو السريري عند الطبيب فإن أصوات أخرى ترتفع للتركيز على الطعام الذي قد يجنب النساء الكثير من المخاطر خبراء التغذية حول العالم يقولون إن المرأة بإمكانها أن تتجنب هذا المرض لو اتبعت نظاما صحيا غذائيا مدعوما بالرياضة اليومية حسب ما أثبتت دراسة بريطانية سابقة اليوم يأخذ خبراء التغذية على عاتقهم وتحديدا في هذا الشهر مسؤولية تنبيه النساء من بعض أنواع الأطعمة التي تلعب دورا في احتمال الإصابة بسرطان الثدي الخضروات الورقية الغنية بحمض الفليك أسد تعد عنصرا فعالا لمحاربة المرض إضافة إلى الفاكهة والسمك في المقابل يقول بعض الخبراء إن الألبان الكاملة الدسم ومشتقاتها قد تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي إضافة إلى الأطعمة المشوية على الفحم والمواد الحافظة شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي هو شهر كل النساء كي يقفن معا في مواجهة المسبب الأكثر شيوعا للوفاة بين النساء في العالم إذن في الاستوديو تنضم إلينا الدكتورة لما النائل خبيرة التغذية في المركز الأمريكي للعمود الفقري دكتورة لما أهلا بك شهر التوعية شهر أكتوبر هو شهر سرطان الثدي أو شهر التوعية بسرطان الثدي أنت كخبيرة تغذية ومهتمة في هذا الموضوع أيضا ما الذي تنصحينه من أطعمة للنساء طبعا مثل ما ذكرتي سلام هذا الشهر الأكتوبر هو شهر التوعية لسرطان الثدي كثير في أطعمة طبعا بتمنع من حدوث أو بتخفف من حدوث سرطان الثدي وبالإضافة يوجد أغذية طبعا بتسبب بأمراض الثدي هلا الأغذية اللي قدتي لي إياها أنه أنت نخفف من حدوث سرطان الثدي هي حنركز على آخر ما توصل إلي العلم في عنا الشيا سيتس هي بزور اسمها بزور الشيا آخر الدراسات العلمية أثبتت أنه هي سلام كتير بتفيد بأكيد سرطان الثدي بالإضافة لبزور الكتان ومثل ما نحن دائما نقول بزور الكتان منقدر نطحنها وبودرة ونحطها مع الأكل أو الشربات تمام سلام يفضل استخدامها على البارد على البارد تمام بزور الكتان ممكن نطحنها نضعها على زبدية لبن أو نحطها على السلطة في عنا كمان الكركم كثير الكركم يحارب من سرطان الثدي بالإضافة نحن عنا الأغذية الخضراء نحن شفنا من خلال الفيديو طبعاً اللي عمنا نعرضه شفنا أكتر شيء صحن الخضراء الأوراق الخضراء الأوراق الخضراء طبعاً هي غنية بحمض الأسيد الفوليك أسيد صحيح هو أيضاً الفوليك أسيد مفيد حتى للصحة الإنجابية للمرأة تماماً يمنع التشوهات الخلقية للجنين ويزيب من فرص الإنجاب أيضاً سلام من الأغذية اللي هي بتكافح سرطان الثدي عنا الأغذية الغنية بالفلافو نويدز أو هو أنتي أوكسيدنت مضاد أكسيدة معلش بس تكرري لما لأنه فلافو نويدز هي المواد اللي موجودة بكل شيء لونه موفغام مثل عندك الرمان مثل عندك البلوبري مثل عندك البتنجان كتير مفيد بالإضافة سلام عنا المواد اللي لونه أبيض أغنية بمادة الألسن اللي هي التوم البصل بالإضافة للجوز البرازيلي بقلبه كمان فيه بقلبه السلينيوم كتير كتير مفيد طيب لما أثناء تحضيرنا طبعاً للمواد اللي أنا قبل بيوم عم قلك شو هي الضارة والمفيدة للمرأة المعرضة للمكلة الإصابة المحتي إلى معقول يعني مشتقات الألبان الألبان كاملة الدسم صح صحيح تماماً عنا آخر دراسات العلمية كمان أثبتت أنه في مواد هي ممكن بتزيد من فرص حدوث سرطان السدي إذا كان الشخص معرض بالأساس يلي هي الألبان كاملة الدسم لأنه عنا لنوضح بس أنه في منتجات بتعلي معدل الإستروجين بجسمنا الإستروجين والهرمون الأنسوي طبعاً تماماً هو الهرمون الأنسوي لازم يكون موجود بلفل معين سلام ما لازم يتجاوز عن حد معين آخر دراسات العلمية أثبتت أنه الألبان كاملة الدسم تحتوي على معدل عالي جداً من الإستروجين وبالتالي تزيد من فرص احتمال إصابتنا بسرطان السدي طبعاً هذه ليست نصيحة أنه لا يروح ولا السيدة ممكن تأخذ الألبان نتناول نصف دسم أو خالي الدسم أنا أفضل نصف دسم لأنه مثل ما بنعرف الفيتامين دال هو الضروري لحمايتنا من الأوسيوبروسيس هشاشة العيضان تمام كثير مهم نحنا نتناوله موجود بنصف دسم هاي واحد من الأغذية يلي ممكن تسببنا سرطان السدي في عنا سلام أغذية أخرى نحكيون ممكن بسرعة الأغذية يلي بيكون فيهم من الجليساميك انديكس عالي أو مؤشر الجلاسيمي عالي ما معنى مؤشر الجلاسيمي يعني أحياناً ممكن بعض المشاهدين أو المشاهدات تحديداً هذه الفقرة ما بتعرف شو هي الجلاسيمي العالي تمام ممكن نحنا نقول كل شي باستا كل شي سكر أبيض سكر مكرر كل شي بيرفع الأغذية اللي بترفع معادل السكر بالدم بشكل سريع منسميه أغذية ذات محتوى جلاسيمي عالي وهي مفيدة دكتورة هاي بالعكس بتساعد على يرتفع عنا الأنسولين إذا ارتفع الأنسولين بيرتفع عنا هرمون الاستروجين وبالتالي بيزيد فرص إصابتنا بسرطان السدي طبعاً هاي الأغذية ممكن أن تتأدي إلى السمنة لأن السمنة أيضاً مرتبطة بسرطان السدي السمنة سبب رئيسي لإحتمال إصابتنا بسرطان السدي مشان هيك نحنا نخفف وزنا نبتعد عن المأكلات اللي هي أهم شي رياضك تمان ومواد اللي يكون فيها أكريلومايد نبتعد عنها يعني كل شي مشوي على الفحم كتير قريب بسلام يعني وقت نحنا منحط اللحوم وخصوص اللحوم المدهنة منشوية على الفحم وبتتشكل المادة السودة اللي بنسميها أكريلومايد هاي المادة السودة هي كمان سبب رئيسي لحدوث أمراض السرطان ومنها سرطان السدي مع أنه كان في دراسات لما متناقضة يعني فترة كمان أنه سابقاً أنه لا الأطعم المشوية أنه أحسن شي بعيداً عن المقلية أو الأطعم المسلوقة مثلاً المشوية بس ما تتكون الطبق السودة يلي نحنا تتكون وقت نحنا منشوي على الفحم أو على الحطب وبيكون كتير قريب اللحم قريب كتير على الحطب وبتتشكل المادة السوداء هي مادة الأكريلومايد هي اللي كيب مؤزية ممكن نحنا نشوي بعيداً عن اللهب أو نشويها بمثلاً نحط ملعقة زيت كانولا لأنه كمان الدراسات العلمية أثبتت زيت كانولا بيحمي بيغلف زيت الصوية هدول كمان من المواد اللي غنية بالأوميغا 3 يلي بتمنع من سرطان السدي بالإضافة للشاي الأبيض والشاي الأخضر كتير مفيدين ضد سرطان السدي اشتركوا في القناة